في محاولة لتخفيف عدد الخطوات التي يمشيها العامل في مصنع السيارات وبالتالي زيادة الفاعلية والسرعة في العمل ابتكر هنري فورد نظام تجميع وتركيب القطع المتحرك في بداية الأمر كان المصنع الموجود في ولاية ديترويت الأمريكية يستخدم الحبل والرافعة لتركيب سيارات الفورد نظام تجميع القطع المتحرك سرع بتركيب قطع السيارات ليستغرق تركيب السيارة الواحدة نحو 90 دقيقة وكان يستغرق التركيب قبل هذا النظام نحو 12 ساعة كما أن هذا النظام زاد من الصناعة حيث أصبح المصنع ينتج ألف سيارة في اليوم بدل من مئة تركيب سيارة الفورد كان يتم على مراحل متعددة وكان كل عامل يقوم بمهمة واحدة ما سمح للشركة بالاستغناء عن ذوي المهارات وتخفيض أعداد العمال اليوم بعد قرن على ابتكار فورد نظام تجميع وتركيب القطع المتحرك لا زال يستخدم ويعمل في مصنع فورد في ولاية ميشيغن 500 شخص فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر